السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن حدود الدولة الاسلامية في البداية تعالوا نتعرف على الفرق بين السرايا والغزوية السرايا حملات توجهها النبي صلى الله عليه وسلم ضد المشركين وما كانش حضرهم او لم يحضرها كان هدفها اضعاف قوة كريش الاقتصادية عشان يقفوا عن كيدهم وعدائهم وتحردهم لليهود على الرسول واصحابه بالمدينة يبقى تاني السرايا حملات لم يحضرها الرسول صلى الله عليه وسلم اما الغزوات هي معارك خاضها المسلمين بقيادة الرسول ضد المشركين دفاعا عن هذا الدين الجديد وبالاضافة لحماية المسلمين وحماية الدعوة الاسلامية ونشر مبادئ الدين الاسلامي بين جميع الناس زي ما انتش شايفين ان دي خريطة تفصيلية لبعض غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم زي غزوة بدر اتنين هجريا وغزوة احد تلاتة هجريا والاحزاب خمسة هجريا وعندنا غزوة خيبر سبع هجريا وفتح مكة تمانية هجريا وحنين تمانية هجريا ومؤتة تمانية هجريا وتبوك تسعة هجريا كلم عن اول غزوة وهي غزوة بدر اتنين هجريا بين المشركين والمسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم كان سبب الغزوة الرسول عليه الصلاة والسلام اراد استرداد اموال بعض المسلمين اللي استولت عليها كريش من الهجري كلنا طبعا عارفين ان المسلمين لما خرجوا من كريش او من مكة طرقوا امواليهم ودياريهم وتجارتهم فاستولت عليها كريش واخذت هذه الاموال تتاجر بيهم طيب فاقترح الرسول عليه الصلاة والسلام على اصحابه ان ينتظروا قافلة تجارية لكريش قادمة من الشام يقودها ابو صفيان طيب ابو صفيان لما عرف خطة المسلمين غير طريق القافلة ومش من طريق تاني وعندما وصل الى قريش زعماء قريش اصروا على قتال المسلمين فخرجوا بالفعل في جيش قوامهم حوالي من تسعمية الى الف حتى وصلوا الى بقربة يترى الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ايلة معالمة بخروجهم طيب استشار الرسول اصحابه واشار عليهم اخر لخروج لقتل المشركين فخرج الرسول بجيش قوامه وصل الى 313 جندي او مقاتل طيب هنا بيظهر دور الحباب ابن المنزر احد الصحابة الكرام وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام ان يعسكر عند اقرب بقر من ابار بدر طيب ليه عشان يكونوا قريبين من المية ومنعوا الماء عن كريش المهم بدأت احداث الغزوة مع اشتباك المشركين مع المسلمين تمام وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فامده بملائكة وفي النهاية انتصر المسلمون على المشركون يبقى كان من اهم نتائج الغزوة انتصار المسلمون على المشركون طيب يا ترى ايه سبب انتصار المسلمين في غزوة بدر على رغم من قلة عددهم بسبب قوة ايمانهم واغذيهم بأسباب النصر تاني غزوة هنتكلم عنها وهي غزوة احد تلاتة هجرية تعالوا تعرف مع بعض على اهم احداث وتفاصيل الغزوة وايه اللي حصل فيها وازاي تحول نصر المسلمين الى هزيمة في هذه الغزوة احد ما بين النصر والهزيمة في البداية استشار الرسول والسلام اصحابه بالخروج الى من المدينة ليه؟ لان كريش جهزت جيشا لمحاربة المسلمون حتى يأخذوا بسقرهم بما حدث من بدر وانتصار المسلمين عليه طيب خرج الرسول في الف من اصحابه وفي الطريق رجع عبدالله بن ابي نساله لزعيم المنافقين بسلس الجيش طيب الرسول السلام لما وصل الى جبل احد تمام اختار خمسين راميا للوقوف على جبل يشرف على ارض المعركة يعرف في جبل الرما طيب وامرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقى لا يتحركوا من اماكنهم في حالة النصر او الهزيمة الا بامر الرسول درت المعركة وكان النصر في البداية حليف المسلمين طيب فوجئ الرسول صلى الله عليه وسلم بان الرما خلفوا اوامره وتركوا اماكنهم ونزلوا من فوق الجبل لجمع الغناء طيب من اللي شفهم هما نزلين من فوق الجبل خالد بن الوليد استدرى من خلف الجبل وانقضى بجيشه على المسلمين فتحول النصر الى هزيمة يبقى اثبت تحول نصر المسلمين الى هزيمة في غزوة احد بسبب مخالفة الرما اوامر الرسول وتركوا اماكنهم ونزلوا من فوق الجبل أما السبب التاني أن خالد بن الوليد استغل هذه الفرصة واستدار من خلف الجبل وانقضى بجيشه على المسلمين طبعا الرسمة الموضح قدامكم جيش المشركين وجيش المسلمين وإزاي خالد بن الوليد التفى بعد أن ترك الرما أماكنهم فوق الجبل ونزلوا تمام وخالد بن الوليد واستغلاله للفرصة والتفافي حول الجبل وانقضاضه على جيش المسلمين غزوة الخندق خمسة هجريا تعالوا نتعرف على أهم أحداث الغزوة وليه سميت بالخندق لأن سلمان الفارسي أحد صحابة الرسول أشار على الرسول بأن يقوم بحفر خندق حول المدين وأيضا عرفت هذه الغزوة بغزوة الأحزاب لأن كريش تحالفت مع عداء الرسول من القبائل الأخرى وقد وصل عددهم عشرة آلاف مقاتل بينما المسلمين كان سلاسة آلاف مقاتل تعالوا نتعرف على أحداث أسباب غزوة الخندق طيب كان مجموعة يهود بني النظير اللي الرسول على السلام كان تردهم من المدينة بسبب غدرهم وخيالاتهم كانوا متغزين ومدائين جدا بأن الرسول تردهم فبدأ يحرضوا كريش وبعض القبائل الأخرى أن هم يقاتلوا أو يحاربوا الرسول وأصحابه فاستجابت كريش وبعض القبائل وتحركوا بالفعل نحو المدينة في جيش قوامه عشرة آلاف مقاتل بالفعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو كمان خرج في جيش بلغ عدده سلاسة آلاف مقاتل الخندق أمامه والجبل خلفه طيب لما الخندق حول المدينة لحمايتها الذي أشار سلمان الفارسي على الرسول بأن يقوم بحفره حدث عندما رأت كريش وحلفائها الخندق قالوا إنها مكيدة ما عرفها العرب من قبل نخلي بنا ممكن يجب لنا سؤال في الامتحان يقول من القائل إنها مكيدة ما عرفها العرب من قبل تبقى كريش وأما المناسبة كانت في غزوة الخندق طيب كريش لقت إن ما فيش فرصة قدامها إن هي تعرف تعبر الخندق فقررت فرض الحصار على المسلمين وستمر الحصار لمدة شهر كامل طيب هنا بقى يهود بني كريزة اللي كانوا موجودين في المدينة أو كانوا موجودين في المدينة مع الرسول عليه الصلاة والسلام قرروا خيانة عهديهم مع الرسول وتحلفوا مع كريش تمام؟ فبدأ الحصار هنا يشتد على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين في حصار في داخل المدينة وحصار خارج المدينة وسألنا هنا طيب بما تفسر اشتداد الحصار على المسلمين في غزوة الخندق هنقول بسبب غدر يهود بني كريزة بالعهد الذي كان بينهم وبين الرسول فأصبح عدو في الداخل يحاصر المسلمين وعدو في الخارج يحاصر المسلمين وهو المشركين العدو اللي في الداخل طبعا يهود بني كريزة أما العدو اللي في الخارج كان المشركين طيب بعد ذلك يرسل الرسول عليه الصلاة والسلام ريحا شديدة تقتلع خيام المشركين ويقذف الله في قلوبهم الرعب فيعودوا إلى بلادهم خاسرين وبذلك يأتي النصر من عند الله وعدم تحقيق آمال كريش في القضاء على الدعوة الإسلامية قرر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الخندق أن يتجه إلى يهود بني كريزة ويحاصرهم ويتردهم خارج المدينة بسبب غدرهم وخيانتهم للعهد وما حدث في غزوة الخندق لو بصينا تاني على نتائج غزوة الخندق كان ناء النتائج انتصار المسلمين واثنين تخلص الرسول صلى الله عليه وسلم من يهود بني كريزة وخيانتهم للعهد تمام فحاصرهم وأمر بخروجهم من المدينة بعد ذلك بناخد صلح الحديبية ستة هجرياً وبالإضافة لبيعة الردوان وما حدث في صلح هنتعرف دلوقتي على أهم أحداث صلح الحديبية قرر الرسول عليه الصلاة والسلام سنة ستة هجرياً أن يخرج من يثرب إلى مكة لأداء فريدة العمرة ووصل إلى مكان يسمى الحديبية كريش قالت لك بس الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عشان يحاربنا فنمنع دخوله فأرسل إليهم عثمان بن عفان عشان يخبرهم بأنه لم يأتي للقتال وإنما لقضاء العمرة وهو أصحابه تمام وأشيع خبر مقتل سيدنا عثمان بعد أن تأخر في العودة إلى الرسول وهنا قرر الرسول السلام أن يبايع أصحابه في باعة الردوان البعادية كان الرسول السلام قرر فيها محاربة كريش لأنه أشيع خبر مقتل سيدنا عثمان طيب عاد سيدنا عثمان مسرعاً إلى الرسول وطلبت كريش الدخول في المفاوضات مع الرسول وتوصله إلى عقد صلحة الحديبية وجاءت أهم شروط صلحة الحديبية إيقاف الحرب بين الطرفين لمدة عشر سنين يؤجل دخول المسلمين إلى مكة هذا العام ويأتي العام المقبل معتمرين من أراد أن يدخل في حلف محمد فليدخل مثل قبيلة خزاعة ومن أراد أن يدخل في حلف كريش فليدخل مثل قبيلة بكر طيب من أتى إلى كريش من المسلمين لا ترده ومن أتى إلى محمد صلى الله عليه وسلم من كريش يرده إليهم أعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلحة الحديبية فتحاً مبيناً له وبدأ يرسل إلى ملوك ورؤساء العالم يدعوهم إلى الإسلام زي ما الخريطة موضحة قدامكه زي مصر والحبشة والفرس والروم والغساسنة وملك البحرين يدعوهم للدخول في الإسلام كما هيجيب بما تفسر أو دلل كان صلحة الحديبية فتحاً مبيناً أو من نتائج المترتبة على صلحة الحديبية هنقول بدأ الرسول في إرسال الرسل إلى الملوك وأمراء المملك يدعوهم إلى الدخول في الإسلام سواء كان داخل وخارج شبه الجزيهة العربية ومن هنا بدأت مرحلة عالمية الدعوة ومواجهة كل من يقف أمام تبلغها ونشر فضائلها بين الناس غزوة خيبر سبعة هجرياً كانت الغزوة الأطراف المسلمين ويهود خيبر اللي كانوا بيمثلوا خطر عظيم على المسلمين تعالوا نتعرف مع بعض على أسباب الغزوة ونتائجها طيب كانت حصون خيبر بمسابة مركز بيتضم كل مصير الشغب من اليهود اللي بيحردوا القبائل أو الناس على قتل الرسول وأصحابه بالإضافة أن هي كانت مركز للمؤامرات والدسائس والغدر والخيانة ضد المسلمين فعشان كده الرسول على السلام قرر أنه يفتح ليأمن شرهم وغدرهم خرج الرسول وأصحابه في جيش كبير وحصروا كل حصون خيبر حتى استسلمت هذه الحصون تمام ولكن على الرغم من ذلك الرسول على السلام أبقاهم في حصونهم يزرعون بس في شرط أن يكون للمسلمين نصف كل ما يزرعون ويخرج من الأرض وظل بها حتى أخرجهم منها عمر بن الخطاب فأنهى الوجود اليهودي من ذلك من شبه الجزيرة العربية يخلي بالنا لما يجيب إلى من تنسب الأعمال الآتية أنهى الوجود اليهودي من شبه الجزيرة العربية هو عمر بن الخطاب يبقى تاني نتائج غزوة خيبر استسلم كل حصون خيبر فأبقاهم الرسول على أن يزرعوها وأن يكون للمسلمين نصف ما يزرعون فتح مكة 8 هجريا طبعا الأطراف المسلمين والمشركين تعالوا نتعرف على سبب فتح مكة 8 هجريا طيب زي ما قلنا أن كريش كانت عقدة عهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم لمدة عشر سنوات يتوقف فيها الحرب بين المسلمين وكريش ولكن كريش مر عامان فقط على الصلحة وكررت أن تتحالف مع قبيلة بكر لكيانت في حلفها ضد قبيلة غزاعة التي كانت في حلف الرسول وقاتلوهم وهم آمنون مطمئنون قرر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يخرب بجيش عدده عشرة آلاف مقاتل إلى مكة وفتحها دون قتال طيب في سؤال هنا ليه بيعتبر فتح مكة أعظم فتحات الرسول أو من نتائج المترتبة على فتح مكة أن قول فتحها دون قتال وعفى عن أهلها وبدأ الرجال والنساء من كريش يعلنون إسلامهم ويبيعون الرسول على عبادة الله قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتجه إلى حنين 8 هجريا ليه في الطائف فيها قبيلتي هوازن وثقيف الذين قرروا محاربة المسلمين يبقى أسباب غزوة حنين قررت قبيلتي هوازن وثقيف محاربة المسلمين طيب في تلك الغزوة بدأ المسلمين يشعرون بقوتهم طيب عندما وصلوا إلى حنين انقض عليه العدو انقض على المسلمين يعني العدو فتراجع وتفرقت صفيفهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت وأمر عمه العباس لينادي على أصحابه فاكتمعوا وانتصروا على العدو فكان درسا من الله سبحانه وتعالى للمسلمين تمام حيث أن انتصارهم لم يكن بقثرة عددهم وعدتهم فقط ولكن بطاعة وقوة إيمانهم طبعا الخريطة بتوضح قدامنا خط صير المسلمين تمام بعد فتح مكة اتجه الرسول إلى الطائف 8 هجريا غزو التابو 9 هجريا مع الروم طيب أسباب الغزوة أن الروم كانوا قعدوا جيشا كبيرا لقتال المسلمين والقضاء عليهم هنا قرر الرسول عليه السلام الخروج لقتالهم وكان عدد المسلمين 30 ألف مقاتل طيب لما وصل الرسول السلام لحصن تابوك لم يجد فيها أحد من الروم لأن الله قذف في قلوبهم الرعب وكان نتائج هذه الغزوة تمام عودت الرسول صلى الله عليه وسلم سالما بجيشه إلى المدينة يبقى لماذا عدد الرسول بجيشه سالما إلى المدينة؟ لأنه عندما وصل إلى حصن تابوك لم يجد أحد من الروم حيث وقضف الله في قلوبهم الرعب وبذلك تحقق النصر للمسلمين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم آخر جزئية في الدرس بتاعنا تمام اتجه الرسول في السنة العاشرة من الهجرة تمام لأداء فريدة الحج وخطب في الناس مبينا لهم مبادئ الدين الإسلامي وعند بعد عودته إلى المدينة مرض في العام التالي وانتقل إلى جوار ربه يوم الاثنين الثاني عشر من الربيع الأول في العام الحادي عشر من الهجرة وبذلك بينتهي دور الرسول السلام تمام بعد أن ثبت أرقان الدولة الإسلامية تمام ومهدى للمؤسلمين طريقهم وبعد ذلك بيأتي عصر الخلفاء الرشيدين الذين بيهتدوا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وبذلك أعزائي الطلاب قد نكون انتهينا من أحداث الدرس ترجمة نانسي قنقر